مشاهدين الكرام زي ما حضراتكو شفتوا المشهد بشكل واضح الشعب المصري لما بيمتلك ارادته وبيستطيع انه يطالب بحقه زي ما شفنا مشهد محمود وتضامن الاهالف المنوفية مع هذه العائلة تحركت قوات الامن تحركت الدخلية تحركت مؤسسات القضاء وتحركت بشكل مباشر لاسترداد حق محمود البنة اللي مات علشان كان بيدافع عن بنت بيحاول بلطج يتحرش بيها مشهد حقيقة محمود هو مشهد مصغر من مشهد مصر مشهد مصغر مما يحدث للمعتقلين داخل السجون وان احنا بنطالب بحقهم فالنظام سيتراجع عندما نتحدث ونكشف هذه الانتهاكات في حال المعتقلين وما يتم التعامل معاهم بشكل واضح من قبل مأمول الاسم او الزباط او غيره داخل ادارات السجن المختلفة والمشهد اوسع واكبر كمان لما الشعب المصري يطالب بحقه من النظام اللي بيحكمه الان وبيصرف مقدرات البلد على اصول وغيرها والشعب يتحرق ويطالب ويكون الرد مباشر من الدولة تخفيض في الاسعار تدخلات في اسعار الحديد تدخلات في اسعار الغاز للمصانع تراجع في بعض المنتجات في مصر النهاردة تخفيض سعر السولار والبنزيم ايا كانت النتيجة وايا كان حجمها لكن الشعب عندما ينطفد ويطالب بحقه مشهد مصغر لمحمود مشهد مصغر للمعتقلين ممثلا في علاء عبد الفتاح ومشهد اوسع لحال الشعب المصري لما ينطفد ويطالب بحقه بحقه بطريقة سلمية هيسترد حقه وهي دي الحقيقة يا مشاهدين الكرام النظام الحالي غير منشغل باحوال الناس منشغل فقط بالتوجيه وتجميل صورته عن طريق ايضا المجلس القومي لحقوق الانسان